فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله أنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالي نعم لما تكلم الشيخ رحمه الله في مطلع هذا الكتاب في هذه المقدمة وهذه القواعد العظيمة أراد أن يفصل أراد أن يفصل ما أجمله في هذه المقدمة نعم قال رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعم فذم اليهود على ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم نعم في هذه الآية يخبر تعالى أن ود كثير من أهل الكتاب المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى نعم لأن الله أنزل على رسلهم الكتاب التوراة والإنجيل لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود هذه القضية أن يصرف المسلمين عن دينهم دين الإسلام إلى دين الكفر وهم يعلمون أنه كفر ويعلمون أن المسلمين على حق لكن هم يريدون أن يصرفوهم عن هذا الحق إلى الباطل السبب الذي يحملهم على هذا وهم يعلمون الحسد حسدا من عندي أنفسهم أي فعلوا هذا من أجل الحسد لا من أجل أنه يخفى عليهم أنكم على حق وأن هذا باطل وإنما حملهم الحسد والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود فهم يتمنون أن تزول نعمة الإسلام عن المسلمين وأن يرجعوا كفارا فتزول عنهم هذه النعمة من بعد ما تبين لهم الحق لأنهم لا يعملون هذا عن جهل وإنما يعملونه عن علم ولكنهم مغضوب عليهم خالفوا العلم وحملهم الحسد على مخالفة ما يعلمونه من الحق وهكذا الحسد والعياذ بالله يخرج الإنسان من دينه كما حصل لإبليس وكما حصل لليهود فإنهم كفروا بالحق وهم يعلمونه مع محمد صلى الله عليه وسلم من باب الحسد